الراحة. هذا الإنسان جهالس لأنه يقول لك الكتاب كان يصيح ليل نهار يجري في الجبال. أردت أحد في هذه الصورة في الحياة طبعا نرى أشخاص كثيرة فقد عقلها ومشي تحكي وكان ترى شخص يتوعد الهوى وهو شايف وليس نشتم ونعرف أنه في اليومين دولار بسبب الجهاز الخطير الذي اسمه الموبايل تجد الناس كثيرة تتكلم في الشارع تفتكر الناس تتكلم في الشارع لكنه يتكلم في الموبايل تجد واحدة عمليا من يتكلم في الشارع لكن هذا الرجل يصيح ليل نهار ولم يوجد مرة ارتاح وليس مرتاح وعمال يلف 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 ويتعب وهو متبهدل وعرياني وبعد ذلك فجأة مر على هذا الإنسان الطبيب الجوال ولم يكلفته كثير لأن النهاية جلس وارتاح يقول لك نفسي 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 يرتاح وأنا أقول لأي واحد تعبان ما فيش راحة بعيد عن هذا الطبيب مش تلاقي راح راح تعزع من قرشين عشان يرتاح وأنا أصلي تفكيري وكمان إحنا بذات الثقافة بتاعة الأقلية إحنا أقلية وثقافة الأقلية إزاي نحوش في أزمة في وسط مجتمع مخالف وكل الأمل يقول لك أن الواحد نفسي أبني بيت سيجوز الولاد والوات يأخذ الشقة دي والبت تأخذ الشقة دي ولما ولادي حوالي وارتاح ويجوز الوات في الشقة دي ويجوز البيت في الشقة دي ويتخانق مع بعض وهو يتخانق معهم والحما تتخانق مع مرة الإبن والدنيا تبقى حريقة وميرتحش مع أنه كان بيفكر أن دي دي أفضل طريقة للراحة واحد تاني يقول لك إيه أنا نفسي أحط قرشين في البنك وقالوا معايا وارتاح وبعد ما أحط قرشين في البنك تعلن نسبة توطى النسبة المشعر فيه يعوم الجنيه يعوم الجنيه المشعر فيه أبا ضع الله فين الراحة ما يلاقيش راحة لأن الإنسان فاكر أن الراحة يعني في القرش ولا في القرش ولا في الكرش الراحة خالص لا نحن لعوة بهذه الأمور الراحة هذا إحساس داخلي ناتج من سلام داخلي ما يجيش إلا من سلام رأسي إس قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله سلام الدراح سلام الدراحة